اشتركوا في القناة ونيوكاسي ليستضيف باريس سان جرمان اهلا بكم تعرض اهل حلب للخسارة بهدفين دون رد امام الكهرباء العراقي في المباراة التي جرت بينهما بملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الاسيوي ونجح نجم شوان في تسجيل الهدف الاول للفريق الفائز في الدقيقة الثمانين واضاف الغاني دينس الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع كما شهدت المواجهة اهدار ركلة جزاء للكهرباء اضافة الى حالة طرد احد لاعبي اهل حلب وبهذا الانتصار وصل الفريق العراقي الى الصبارة برصيد اربع نقاط بفارق الاهداف عن الكويت الكويتي الفائز على الوحدات الاردني بهدفين لواحد في حين بقي اهل حلب في قاعد ترتيب دون نقاط من هزيمتين مع الوحدات والكهرباء ردود فعل غاضبة على الخسارة الثانية لأهل حلب بالبطولة وايضا الاداء السيء نقرأ بعضا منها الصحفي فائز وهبي كتب في حسابه على فيسبوك باختصار شديد عيب عيب ما حدث لأهل حلب لا تلوم ولا تنتقد خسارة أهل حلب امام الكهرباء فماذا كنتم تنتظرون يا ارباب كورتنا من فريق يقطع الاف الكيلومترات بالباص ليلعب في بطولة قرية ويضيف وهبي قائلا في منشوره ليس من المعيب أن لا نستطيع تأمين تذاكر طائرة لفريق يمثل الكرة السورية هل ما حدث للأهل يدخل إطار تطوير الكرة السورية أين المعنيون عن رياضاتنا وكورتنا ومن المسؤول عن هذه المهزلة واللعب بحسب تعبيره أبو جعفر علق أيضا على هذه الخسارة فريق ضايع بأرض الملعب فتح الكهرباء شوارع بالدفاع الأحلى عنه محترفين أجانبه ما خرج لعب وحياء شعبية يجب إعادة النظر بالفريق مع الكادر أن تاريخ الأهل أكبر من هيك فريق بحسب ما كتب أبو أدهم معلق أيضا أداء سيء وخوف ماله مبرر من الخصم وتأخر التبديلات وقراءة المدرب للمباراة كانت خطئة هذه إذن الخسارة ثانية لفريق أهل حلب في بطولة كأس الاتحاد الأسيوي في البطولات الأسيوية أيضا حقق فريق الهلال السعودي فوزا كبيرا على مستضيفه نساج الإيراني بثلاثة يداف دون رد وذلك في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب أزادي في طهران ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لدور أبطال آسيا أهداف الهلال سجلها أليكساندر ميتروفيتش ونيمار والصالح الشهري وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد قائد الهلال سلمان الفرج ومدافع نساج أمير هوشماند بالدقيقة ثامنة وثلاثين وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها أيضا فوز نف بخور الأوزبكي على ضيفه مومباي سيتي الهندي بثلاثة أهداف دون مقابل قبل الانتقال إلى مباراة دور أبطال أوروبا وفي خبر عاجل ورد قبل قليل أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن الاتحادات الأوروبي والأفريقي والأمريكي الجنوبي اتفقت على ترشيح واحد من الملفات لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030 وهو ملف المغرب وأسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباراة في أمريكا الجنوبية وأوضح الفيفا في بيان هذا هو بيان الفيفا الذي نشر فيه عن اتفاق على استضافة المغرب وأسبانيا والبرتغال مونديال 2030 أنه بمجرد التحقق من صحة المعايير الفنية سيعلن رسميا عن مستضيف الحدث في عام 2024 لافتا إلى أن المباراة التي ستضيفها أمريكا الجنوبية ستكون في إطار الاحتفال بمئوية المونديال الأول في أورغوي مشاهدين سنتابع تفاصيل إضافية عن هذا الموضوع وتحليلات حول استضافة مونديال 2030 في حلقة الغد إلى دور أبطال أوروبا فرد فريق ريال مدريد الإسباني بصدارة المجموعة الثالثة بالبطول عقب فوزه على مضيفه نابولي الإيطالي بثلاثة هدفة لاثنين في الجولة الثانية لدور المجموعة تقدم نابولي بهدف أحرزه أوستيغارد في الدقيقة التاسعة عشر وتعادل الملكي في الدقيقة السابعة والعشرين عن طريق فينيسيوس جونيور قبل أن يسجل جود بيلينج هام الهدف الثاني للريال في الدقيقة الرابعة والثلاثين تمكن نابولي من تسجيل هدف التعادل عن طريق زيلنسكي في الدقيقة الرابعة والخمسين من ركلة جزاء وفي الدقيقة الثامنة والسبعين سجل الميرينج الهدف الثالث بعد تسديدة صاروخية لفيدريكو فارلفيردي استضمت بالعارضة ثم بالحارس أليكس ميريت حارس نابولي ودخلت الشباكة وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى ست نقاط في صدرة الترتيب توقف رصيد نابولي عند ثلاث نقاط في المركز الثاني وفي المجموعة ذاتها فاز سبورتينج براجا البرتغالي على أونيون برلين للمني بثلاثة هدافين لاثنين أيضا أعتقد أننا لعبنا مباراة كاملة وجادة لعبنا بشكل جيد للغاية في الشوط الأول ثم بعد أن تأخرنا بهدف اعتقدت أننا تعاملنا مع الكرة بشكل جيد للغاية ونعبنا بشكل جيد بين الخطوط لقد صنعنا الفرص وتقدمنا ثم تغيرت ديناميكية المباراة بعد ركلة الجزاء عندما حاول نابولي أن يضعونا تحت المزيد من الضغط لمدة عشر دقائق أو خمسة عشر دقيقة ولكن بعد ذلك استعدنا السيطرة وسجلنا في النهاية نعم كنت أتوقع هذه المباراة ضد فريق نابولي لأنه فريق يتمتع بالكثير من الجودة إنهم فريق منظم جيدا ويلعب كرة قدم جيدة بمواهب فردية خطيرة للغاية النتيجة بالنسبة لي عادلة نعم لأننا في الشوط الأول لعبنا بمستوى جيد للغاية الشيء المدهش في بلينجهام هو أنه يبلغ من العمر عشرين عاما يبدو أنه يبلغ من العمر ثلاثين عاما إنه يركز دائما على المباراة ويعرف ما يجب عليه فعله هذا وحده أمر نادر بالنسبة للاعب يبلغ من العمر عشرين عاما وهو يتمتع بكل الصفات القوى البدنية والقدرة الفنية ومن الواضح أنه مفاجأة للجميع أيضا نبقى نتحدث عن هذا النجم الإنجليزي الذي أدى دورا كبيرا وحاسما جود بلينجهام في قيادة فريقه ريال مدريد إلى تحقيق الفوز على مضيفه نابولي حيث صنع هدفا للبرازيلي فينيسوس جونيور وسجل هدفا آخر بلينجهام خلال التسع مواجهات مع ريال مدريد في الموسم الحالي لعب دور البطولة وأسهم بتسجيل أحد عشر هدفا هذا هو النجم الإنجليزي الشاب هو في الحقيقة مركز الثقل حتى الآن بالنسبة للفريق الملكي ويجب على المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إيجاد خيارات بديلة في حال غياب هذا اللاعب المركزي في الفريق والذي انسجم بسرعة كبيرة جدا مع ريال مدريد منذ أول مباراة له في الليجة بالعودة إلى مباراة نابولي صاحب الأشرين عام لم يخشى اسم الملعب الخاص بفريق الجنوب الإيطالي ملعب ديغو أرماندو مارادونا ولم يخف من الجماهير التي وجدت بكثافة بل على العكس تماما أثبت بيلينجهام قدرته وشخصيته القيادية التي يتمتع بها تشعر أنه قائد الفريق وكأنه يلعب منذ أكثر من خمس سنوات مع ريال مدريد إلى مباراة أخرى حيث عاد فريق جالتا سرايا التركي بانتصار تاريخي من ملعب أولد ترافرد مع قليمانشستر يونيتد بعدما تغلب عليه بثلاثة أداف لهدفين وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور أبطال أوروبا لحساب المجموعة الأولى افتتح يونيتد التسجيل عبر مهاجمه الدنماركي راسموس هويلوند في الدقيقة السابعة عشر وأدرك الإفوري ويلفرد زهت عدل لجالتا سراي في الدقيقة الثالثة والعشرين وعاد هويلوند وسجل الهدف الثاني ليونيتد في الدقيقة السابعة والستين قبل أن يعود الفريق التركي للمباراة بعد أن سجل كريم أوكتورك أوغلو الهدف الثاني في الدقيقة الحادية والسبعين الأرجنتيني إيكاردي أحرز الهدف الفوز لجالتا سراي في الدقيقة الثانية والثمانين علما أنه أضاع قبل ذلك ركلة جزاء لفريقه تقدم جالتا سراي للمركز الثاني بهذا الفوز بأربع نقاط في حين بقي يونيتد دون رصيد هذا ويتصدر بايرن ميونيخ المجموعة بست نقاط بعد فوزه بهدفين لواحد على مضيفه كوبين هاجين بثالث الترتيب بنقطة واحدة الموسم الماضي كان ممتازا ورائعا للغاية حققنا أكثر مما توقعناه ندرك أيضا أن في هذا المشروع ستكون هناك فجوات مشتركة في هذه اللحظة نحن في فترة صعبة للغاية كما يعلم الجميع لكننا سنخرج منها سويا سنقاتل سويا وسندعم بعضنا البعض أنا والمديرون والفريق كلنا سنقاتل نعلم أنه بإمكاننا اللعب بشكل أفضل وبالعمل الجماعي سنتجاوز هذه الأزمة إن أعطيت تفسيرا فستجدونها مبررات لا توجد مبررات لا يمكن أن نرتكب الأخطاء التي وقعنا فيها يجب أن نلعب بشكل أفضل إنها حقيقة بسيطة ويجب أن نفوز بمبارياتنا أندري اونانا وصل إلى نصف نهاي دوري أبطال أوروبا مع آي هاكس وفي الموسم الماضي كان في نهاي دوري الأبطال مع انتر لذلك نعم لديه القدرات ليكون أحد أفضل حراس المرمى في العالم عندما يرتكب الأخطاء سينهض من كبوته أرقام سلبية كثيرة كانت من نصيب مانشستير يونايتد بعد سلسلة النتائج السيئة هذا الموسم نذكر بعضا منها فبحسب شبكة سكواكا للإحصائيات خسر ألماني يونايتد سبع مباريات في دوري أبطال أوروبا على ملعبه أولد ترافورد خلال آخر أربعة عشر لقاء وهو نفس عدد الهزائم التي تكبدها على أرضه في المباريات الثمانين التي سبقتها في هذه المسابقة أيضا إحصائي أخرى أصبح فريق جالتا سراي أول فريق تركي حقق الانتصار في دوري أبطال أوروبا خارج ملعبه على فريق إنجليزي منذ بشكتاش عام 2009 وحينها فاز أيضا بشكتاش على مانشستير يونايتد فريق الشياطين الحمر خسر مبارتين متتاليتين على ملعبه أولد ترافورد في جميع المسابقات للمرة الأولى وذلك منذ الفترة ما بين شهري تشرين الأول وتشرين الثاني عام 2021 وحينها خسر في البريمر ليغ أمام ليفربول بخمسة هداف دون رد وأمام مانشستير سيتي بهدفين دون مقابل وكانت آخر مبارتين لأولغنار سولشاير على رأس القيادة الفنية لليونيتد نذكر أن فريق الشياطين الحمر كان قد خسر على أرضه أمام كريستال بلس بهدف دون رد في الجولة الماضية للبريمر ليغ أيضا من الأرقام تلقى كاسيميرو ثلاث بطاقات حمراء منذ انضمامه إلى الماني يونايتد الموسم الماضي بينما تلقى بطاقتين حمراء وين فقط في 222 مباراة مع ريال مدريد بحسب موقع الدوري الإنجليزي على منصة إكس ريو فردناند قلب دفاع مانشستر يونايتد سابقا تحدث بعد خسارة فريقه السابق مع جالاتس راي وكان غاضبا من دفاع الفريق وقال هذا مخجل أنت تلعب في دور الأبطال وليس في المدارس هكذا صرح صخرة دفاع مانشستر يونايتد السابق نذكر أيضا الأخطاء التي يقع بها حارس مرمى مانشستر يونايتد أندري أونانا في مباراة جالاتس راي مرر خلال هذه المباراة بالخطأ إلى لاعب الفريق التركي ليرتكب كاسيميرو خطأ داخل منطقة الجزاء وعلى إثر ذلك قام حكم المباراة بطرد اللاعب البرازيلي أيضا أونانا في مباراة بايرين ميونيخ تسبب بالهدف الأول للفريق البافري خسر فريق الشياطين الحمر المباراة بأربعة أداف لثلاثة علما أن الحارس الكاميروني قدع فريقه السابق أنتر ميلا لنهاء دور أبطال أوروبا نذكر مشاهدين أيضا بعيدا عن الأرقام السلبية أن الثنائي العربي وهما الدولية التونسية نحن بعل المجبري والمغربي سوفيان مرابط شركاء أساسيين في مباراة فريقهما مانشستر يونايتد الإنجليزي وضيفه جالاتا سراي التركي في موقعة ملعب أولد رافورد إلى مباريات اليوم وسهرة الأربعاء حيث يخوض نيو كاسل يونايتد أول مباراة له على أرضه في دور أبطال أوروبا منذ عام 2003 عندما يستقل باريس سان جيرمان في ملعب سانت جيمس بارك لحساب المجموعة السادسة الفريق الباريسي حقق الفوز على ضيفه بروسيا دورتموند بهدفين دون رد في الجولة الأولى وقبل القمة أمام الفريق الإنجليزي أكد لويس أنريكي مدرب فريق العاصمة الفرنسية على جاهزية الناجم كيليان بابي بنسبة 100% للمباراة فيما استهل فريق المدرب إيديهاو مغامرته الأوروبية هذا الموسم بالتعادل السلبي على ملعب السان سيرو أمام ميلا وفي مباراة ثانية يصدي في بروسيا دورتموند نظيره ميلا في ملعب سيجنال إيدونا بارك وفي لقاءة أخرى يتواجه فريق بورتو البرتغالي وبرشلونة الإسبانية على ملعب دراجاو بالبرتغال ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من البطولة برشلونة بقيادة مدربه تشافي هرنانديز سيكون ضيفا ثقيلا على بورتو ساعيا لتحقيق الانتصار والعودة بالنقاط الثلاثة وصدرت ترتيب المجموعة ويسعى صاحب الأرض والجمهور في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الكتالوني وفي مواجهة ثانية ضمن المجموعة ذاتها يحلو الشاخ تاردونسيك الأوكراني ضيفا على أنتويرب البلجيكي بعيدا عن أخبار كرة القدم تتجه أنظر عشاق الرياضات الميكانيكية وسبقات السرعة إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل متابعة سباق جائزة قطر للفورمولا 1 في الفترة ما بين السادس إلى الثامن من تشرين الأول الحالي حيث عمل القائمون على السباق على تطوير البنية التحتية لحلبات لوسيل الدولية استعدادا لاستضافة الجولة الثامنة عشر من بطولة العلم للفورمولا 1 مع وضع لوحات إعلانية في جميع أرجاء البلاد للترويج للحدث دهات شوط إضافي إلى اللقاء اشتركوا في القناة